مع كاف يد القاضي غادعون من قبل مدعي عام التمييز جمال الحجار بتكون السلطة القضائية قررت وقف التحقيق بأربع ملفات حساسة بالقطاع المصرفي ملف شركة أبتموم 8 مليارات دولار من الهداية المجانية على شكل عمولات حصلتها شركة أبتموم بحسابها بمصرف لبنان بين 2015 وال2018 قبل ما تحول هالعمولات لحسابات مشهولة الهوية مصرف لبنان صاحب الأموال المشتبهة باختلاسها اكتفى بإبداء الاستعداد للتعاون مع القضاء بدل فتح تحقيق داخلي أو اتخاذ موقع المدعي قروض المصارف اقترض 15 مصرف لبناني أكتر من 8 مليارات دولار من احتياطات مصرف لبنان بين 30 أيلول 2019 و25 كنون الثاني 2020 النيابة العامة مشتبهة بتحويل جزء من هالأموال للخارج لمصلحة حلقة دايقة من المدعين ملف شركة فوري 330 مليون دولار هي قيمة العمولات اللي حصلتها من مصرف لبنان شركة مسجلة باسم خيولارياد سلامي مقابل خدمات وهمية بالوقت اللي نسى القاضي جون تنوز تحيقاته مع النيابات العامة الأوروبية بخصوص هالملف كانت غادة عون عم تحقق بحلقة تانية من هالعمليات اللي مرت بالمصارف اللبنانية تزوير بميزانيات مصرف لبنان على مدى أكتر من 21 سنة استمر الحاكم السابق لمصرف لبنان رياد سلامي بتسجيل موجودات وهمية بهدف نفخ الميزانيات وإخفاء خسائر وصلت لأكتر من 58 مليار دولار القاضي غادة عون فتحت هالملف أربع ملفات كبيرة حتظل معلقة لأنه باقي القضاة وخصوصا على مستوى النيابات العامة الاستقنافية احترفوا المماطلة بكل الأضايا اللي خاصة برياض سلامي والمصارف